فيما تبقى من احداث في هذه المواجهة مرت على بداية الشوط الثاني 13 دقيقة الوضعية قد تكون مستمرة بنفس ما كانت عليه الامور في الشوط الاول افضلية نادي لدحيل لكن غابت فيها الخطورة الاهلي يحاول بين فترة واخرى من اجل الوصول الى هدف التعادل لدحيل الان مهمة الاولى كما هو واضح في ارضية الميدان بتعليمات كريستوف قالتية هي المحافظة على خط الدفاع والوقوف بشكل مميز امام حارس المرمى صلاح زكريا للخروج بنتيجة الانتصار والابتعاد في صدارة هذه الجولة الجولة السابعة من بطولة الدوري بانتظار المباريات القادمة والجولات القادمة لدحيل خلص الريان وخلص السد والحين متقدم على الاهلي وعند الجاية امام نادي الغرافة وبالتالي بعد سبع جولات ثمان جولات ممكن ان يكون قد انهى كل المباريات وخلص الوكرة صاحب المركز الرابع ايضا خلص مباراة الوكرة وبالتالي مع وصولنا الى الجولات القادمة يكون لدحيل في اريحية على مستوى نهاية القسم الاول وبالتالي مسألة ابتعاد في صدارة جدول الترتيب متفوقا باكبر عدد نقطي ممكن قبل نهاية او بعد نهاية القسم الاول من بطولة الدوري يسعى الان لاضافة هدف اخر وبعدت الكرة عادت في الجانب المقابل اهلاوية عن طريق دريس فتوحي تغيير لاتجاه اللعب انطلاقة تأتي من بهاء الليثي بهاء في رحلة البحث عن التعادل يبحث عن زميل مفتاح للعبور بوابة للدخول شارع للوصول يبحث عن من الان وصلت الى دريسة دومبيا تغيير لاتجاه اللعب كرة في الجاهة اليمنى عن طريق نوفيد عادت بعد ذلك باقدام امين لم ستصل